عزيزي الدكتور اذا عندك خوف من البيع او انت بتخاف انه يقولوا عنك غريدي او بتخاف انك تقدم سيرفس للكستمر تبعك او الباشن تبعك وتقول له قديش سعر الخدمة تبعك لانه انت بتخاف انه تاكل لك شي ضربة هذا الفيديو ما رح ينفعك رح ينفع الناس اللي حابة تتعلم الفرق ما بين كون بيع و كون ميديكال كلوزر وهذا الكونسيبت اللي رح ركز عليه تابعني بهذا الفيديو لحتى تشوف شو هي الوصفة و شو هو التفريق ما بين البيع و الكلوزنج انا خالد قصاب اذا ما كنت تابعت هذه القنالة هلأ صدقني رح يفوتك كتير من السبوتلايتس اللي رح تتسلط على كتير من الامور بالبزنس و بالحياة الشخصية خلينا نشوف سوا كتير من الاطباء بيخافوا من موضوع البيع لما بتكلم مع احد الاطباء دكتور انت لابد انه يكون في عندك سيلينج سكلز تبيع فيها الخدمة لمرضاك بيقول لي لا انا بخاف انه يقولوا عني طماع انا بخاف انه يقولوا عني مترياليستيك انا بخاف انه يقولوا عني بس هدفي اني احصل فلوس من وراهم وهذا الشي بخلي انا بس بعمل البراكتس اللي علي جوه العيادة على اكمل وجه وبالنهاية عملية البيع ما هي شغلي بحب قللك عزيزي الدكتور انه انت غلطان بهذه الحالة ليش؟ لانك عم يصير فيك مثل اللي عم يعبي بوكت عم يعبي سلة وهذه السلة عم يعبيها بالمرضى وبالاخر جوه العيادة ما عم يعرف يقفلهم او ما عم يعرف يقدم السيرفيس اللي عندهم في قاعدة علمني اياها ماي منتور دان لوك معنى الكلام اذا انت ما قدمت السيرفيس اللي عندك بالطريقة اللي المريض بده اياها لحتى يوصل للساتسفاكشن ما رح تقدر تخدمه بالشي اللي عندك او البراكتكال اكسبرينس اللي موجودة عندك ومنهم منقول دايما انه في فرق ما بين البيع وما بين الكلوزر وخاصة الميديكال كلوزر مو اي حدا قالك تعالى علمك ما بيعات بيكون ميديكال كلوزر او رح يعلمك ميديكال كلوزنج سكالز لانه هذا الامر بيحتاج مهارة عالية بيحتاج شخص فهمان شو وجع المريض وبحتاج شخص فهمان انت شو وجعك وبحتاج شخص يجمع هدول الوجعين لحتى يطلع منهم لحتى يطلع منهم سيرفز للمرضى هذه المرضى وتكون راضي عن هذه السيرفز وترجع لك مرة تانية وترجع الناس اللي حواليها هذا هو الهدف والفرق ما بين السيلز والميديكال كلوزنج اول نقطة بالفرق ما بين الميديكال كلوزر والسيلز انه الميديكال كلوزر نيتو صافية انه يخدم مريضه اسأل نفسك سؤال بالبداية قبل ما تقدم الخدمة اللي عندك لمرضاك هل انا موجود في هذا المكان لحتى اخدم المريض ولا انا موجود بس لحتى اخذ فلوسه هذا السؤال راح يحدد النية اللي موجودة عندك لذلك اول شيء صف النية اللي عندك انه نيتك من الداخل من القلب انك تخدم مريضك لانه هذا المريض اجاك مو جاي يتمشى مو جاي لعندك لحتى يقطع شوية وقت هذا المريض جاي لعندك لانه في عنده مشكلة وعم يدور له على حل والله دل له عليك ممكن يلاقي الحل عندك فهذه نيتك تكون انك تلاقي له الحل تعطيه الأوت كامل اللي رح يحصل عليه تعطيه وصف كامل ومن هون كمان بقول إنه المستشار مؤتمن ليش؟ لأنه هو جاي يستشيرك أمنك على صحته أمنك على ماله أمنك على أغلى اثنين عنده صحته وماله إذا كان بالنسبة لإله إذا كان بالنسبة لحده من عيلته إذا كان بالنسبة لأطفاله أمنك على صحته وماله من هون دايما بقول الطبيب اللي بيسوي لمريض علاج أو خطة علاجية أو عملية هذا المريض بمحتاجة هذا الطبيب حرامي أكتر من الحرامي اللي بيحط إيده بجيبتك وبياخده فلوسك لأنه لسببين هذا الطبيب عم ياخد منك صحتك وعم ياخد منك فلوسك بنفس الوقت فعم ياخد منك أمرين مهمين جدا وإنه أهم أمرين بحياتك أنت ومن هون منقول المستشار مؤتمن لابد أنه هذا المستشار أنت كدكتور تعطيه كل شي عندك حتى لو ما كان عندك هذا الوصف أو هذا العلاج للمريض مو عيب تقله أنه الحل مو عندي هو جاي يستشيرك لحتى يعرف وين الحل أنت وظيفتك بهذا المكان تعمله دايركشن تقايدهم للمكان الصح بتقله أنا مريضي العزيز الحل تبعك مو عندي ولكن أنا رح أدلك وين تروح عشان ما تلف حوالين نفسك ويصيروا الدكاترة يشوطوك كل واحد يعطيك رأي أنا رح أعطيك من وجهة النظر الطبية هذا المكان بتروح عليه وبإذن الله سبحانه وتعالى بيكون الحل عنده أو ممكن أتشارك أنا كدكتور مع هذا الدكتور الثاني لحتى نلاقي لك حل إلك وهون بتكون هذه الاستشارة استشارة ناجحة نقطة ثانية مهمة جدا أنه الميديكال كلوزر ما بيتلاعب على المرضى ما بيضحك عليهم لحتى يبيعهم خدمة أو سيرفيس عندهم ما بيضحك عليهم لحتى يعليلهم الألم اللي عندهم ويدخلهم بحالة من الخوف والهلع أنه إذا طلعت بره باب العيادة من عندي رح تموت إذا طلعت بره باب العيادة إذا راهين عم استناك بره لا يا حبيبي هذا الخوف اللي أنت عم تزرعه جوه مريضك إذا كان هذا الخوف غير حقيقي فأنت بتكون مسؤول عن هذه الخدمة أو السيرفيس اللي عندك لأنه نحن كميديكال كلوزر ما أننا متلاعبين على المرضى ولا على أوجاع المرضى نحن ما منتاجر بأوجاع المرضى آخر شي منفكر فيه هو الفلوس اللي منفكر فيه مثل ما حكينا أنك تفكر بالأوتكام تفكر بالريزلت اللي لازم مريضك يحصل عليها لحتى يطلع من عندك مفصول ومنهم منقول مهمة جدا نحن ما منتلاعب على المرضى نحن ماهو هدفنا بالنهاية بس أنه نبيعه وناخذ فلوسه مو شايفينه عبارة عن دولار ساين أو دينار ساين بس عبارة عن دينار عم يمشي على الأرض بس قد ما فينا نحط إيدينا بجيوبه وناخذ فلوسه وهذا الشي اللي أنا تعلمته وبعلمه للفريق اللي معي وبعلمه للكوميونيتي اللي بيشتغل معهم بزنس داكتور أنه نحن ما منتلاعب على الناس نحن هدفنا أنه نخدم الناس نخدم هدول المرضى اللي جايين لعنا بحاجة نقطة تانية كمان هي أنه تدسكرايف هز بين لما أنت بتعمل ديسكريبشن صحيح للألم اللي عنده يفيل هز بين أنت حاسس بالألم اللي عنده عرفان شو هذا الألم وحاسس فيه ومتعاطف معه بنفس الوقت وعم توصف له الحالة بالطريقة اللي هو معارف أساسا يوصف نفسه وهم نقول كمان أنك أنت هون خبرتك بتلعب الدور أنك أنت تعرف شو هي أوجاع هذه المرضى هذه الصين اللي إجاك فيها علامة سمتم لمرض معين إذا أنت جيت كدكتور اتعالج هذا الصين بماسك تحطه على الوش وبالنهاية ما عالش تله المشكلة هون مشكلة لأنه رح ترجع الصين مرة تانية عنده ورح يروح لعند طبيب تاني فمهمتك أنت أنه جو ديب دايف ديب لحتى تعرف شو هو سبب المشكلة بالضبط شو هو السبب اللي خلى هذه الأعراض تظهر الشجرة لما بيشوفوها بالمزرعة مريضة والأغصان فيها بلش التدبل والثمر بلش يموت ما بيروحوا بيعالجوا الأغصان بينزل على الجذر وبشوف الجذع هذا اللي عم يغذي هذه البرانشز هذه الفروع فهذا الجذر وهذا الجذع اللي تحت أنت شغلك تحت تشوف شو هي سبب المشكلة اللي موجودة تحت لحتى تلاقي تغطية وتلاقي علاج لهذه الأعراض اللي رح تختفي مع الزمن إذا عالجت الجذر صح وهون بقلك إذا عالجت الجذر لإذا عالجت الجذر من المشكلة اللي موجودة من المشكلة اللي موجودة لذلك هون جيت لجزء تاني بالنسبة للكلوزنج واللي هو بري كلوزنج أنت بالنسبة للكلوزنج حكينا على السايكولوجي بالنسبة للكلوزنج حكينا على الكونسبت بالنسبة للكلوزنج ولكن هلأ بدي أحكيك على بري كلوزنج اللي هو من خلال كيف المريض إجاك انبرمج أساسي ببروغرامت أنه يشوف هذا الدكتور اللي هو حضرتك من هون بقول بري كلوزنج مهم جدا من خلال الكونتينت اللي أنت بتصنعه وبتنشره وهذا الكونتينت اليوم اللي موجود على السوشال ميديا هذا بيمثل شخصيتك أنت ومن هون هذا بري كلوزنج هذه وقت حكيته لوحدة من الدكاترة حسيت في عصافير وعلامات على رأسها بلشت تطلع شو يعني هذا الكلام؟ شو يعني It's not the thing that sell the things هذا الكلام معناه أنه مو هي الخدمة أو السيرفوس اللي بتقدمه لمرضاك هي إيش أنت محيط هذا السيرفوس لحتى هذا المريض يشوف الأوتكم المريض بالنهاية ما بيهمه أنت شو عم تستخدم شو الماتيريا اللي عم تستخدمها بيهمه بالنهاية يحصل على أوتكم وهذا الأوتكم يضل معه فترة طويلة ما يرجع بمشاكل مثل اللي عم تشتري سيارة جديدة من الوكالة هذه السيارة أنت من مصلحتك بتروح بتدفع السعر بالوكالة عشان تريح راسك من الصيانة والخرابات والتصليحات نفس الشي بالنسبة للمريض مع اختلاف السيرفوس هون مريض محتاج سيرفوس تحلله المشكلة اللي عنده واتطول معه أطول فترة ممكنة إذا ما كانت الحل الجذري لحتى هذه المشكلة ما ترجع مرة تانية هذا هو هدفه من الجي اللي عندك أول مرة وهون جيت لموضوع البوست برشيز أد فاليو عملت لي بري كلوزين وعملت لكلوزين فهمنا شو هو الكونسب تبع لكلوزين تأفلت مع مريضك كيف تقدم لهذا المريض فاليو هذا المريض يبقى معك ليش؟ لأنه هذا المريض رح يطلع من عندك من باب العيادة اتعبى وتبرمج جوا ونحط بالبيئة اللي هو فيهم فيها كل شي ولكن رح يطلع بره باب العيادة رح يسمع من ابن عمه ومن ابن خالته ومن أهله ورح يسمع من الجيران ورح يسمع من الديوانية اللي هو فيها أنه لا في حال تاني لا أنت ليش رح تلع عند هذا الدكتور ليش ما رح تلع عند هذا الدكتور بالنهاية حضرتك أو حضرتك رح تضيعه بالنص وهون بيجي وظيفتك أنت كدكتور أنك تقدم شي بوست برشيزين لإضافة لكيش هذه الإضافة لكيش هذه الإضافة لكيش اللي بتجي بعد عملية لكلوزين أهم من لكلوزين ليش؟ لحتى تضمن لحتى تضمن أنه مريضك يلتزم بالعلاج لحتى تضمن بالنهاية الريزولت بالنسبة للمريض لأنه هذه الريزولت إذا نجحت وكانت نجاح بالنسبة للمريضك فهي نجاح بالنسبة لإلك وبالنهاية رح يجيك نتائج أخرى ورح يجيك مرضى تانين لأنك أنت قدرت تعمل ريزولت لهذا المريض أول مرة وهم من أول مهم جدا عزيزي بيزنس دوكتور موضوع الميديكال كلوزين مو أي حدا بيعلمك ميديكال كلوزين مو أي حدا بيساعدك تطور محارات الكلوزين بالكلينك بالصيدلية بالمستشفى بالرسبشن حتى اللي عندك بالعيادة مو أي حدا سيلز جورو يقل لك تعلمك شوية سلينج سكلز وخلاص مشيت لا يا حبيبي الموضوع مختلف تماما وعشان هذا الشي عملت جروب كامل ببروغرام سميته ميديكال كلوزينج بروغرام هذا الميديكال كلوزينج هدفه أنه يحط مي بزنس دوكتور واللي هني الـ identification للناس اللي أنا بشتغل معهم أمثال حضرتك بكميونيتي هذا الكميونيتي هدفه مشاركة الأفكار للوصول إلى النتائج للبست براكتس بالماركت بلايس وهذا الكميونيتي فيه منهجية داخل الكميونيتي يتم تدريسه وتعليمه وتطويره لحتى نقدر نحن كميديكال كلوزر نكتسب مهارات نقدم فيها سيرفس لمرضانة إذا شفت نفسك qualified أو إذا شفت نفسك interested بالنسبة لهذا الموضوع أنك تتعلم هذه المهارة على الأقل لأنك راح تكتسب من وراها على الأقل توقف اللي يصير عندك بالعيادة من مرضى عم يدخلوا ويطلعوا مثل ما دخلوا بالنسبة لعيادتك وبالنسبة لما دخولك أنت الشخصي أي أن كنت بأي position كنت عم تشتغل كموظف عم تاخد commission على الكيس كنت عم تشتغل ك business owner بالنسبة لعيادة عندك أي medical organization the closing skills هي number one skill تساعدك أنك أنت ترفع هذا البزنس إذا أنت مستعد هلأ اضغط على اللينك اللي تحت ويحجز مكالمة مع واحد من فريق العمل فريقي اللي أنا دربتهم بإيدي ورح يساعدوك لحتى يعملو لك clear vision لحتى تعرف وين أنت اليوم وين رح تكون بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى وخليني شوفك بمقاطع قادمة وإن شاء الله يكون في فايدة بهذا المقطع ولا تنسى تشاركه مع حدا محتاج يعرف شو يعني medical closing تحيئتي اشتركوا في القناة